حباي اسمع بكل وضوح بنعاوز أكون صريح معاك تعرفوا أنا تعرفت على شخص غير مسيحي هذا الشخص من خلفية إسلامية كان وصل الوضع كان بيدرس في جامعة شخص مثقف جدا متعلم جدا مسلم كان بحب عائلته بحب أهله وبحب الناس اللي حواليه كان بيدرس في فرنسا هذا الشخص في يوم من الأيام عن طريق بعض الأصدقاء فعلا أثروا عليه وابتدى يدرس الإسلام والأقصد الإسلام هون يعني بتكلم بدون أي طبعا بتكلم بكل احترام أنا بتكلم على بالزبط يعني الكلام اللي هو حكا وابتدى يوخد آيات معينة اللي بتتكلم عن القتل والكرهية وابتدى يتدرب وهذا الشاب أنا بتكلم عن بالزبط شو اللي صار معاه ابتدى ينطوي على ذاته طبعا بشهادة أهله أيضا أصدقاء عرفهم كويس وهذا الشخص ابتدى ينطوي على ذاته ابتدى إنه يعاند ويعارض كل الأصدقاء اللي كانوا معاه في الجامعة اتطور الوضع معاه إنه صار يروح على البيت كان يجلس لوحده أمام الكمبيوتر في غرفة مظلمة مش عاوز يتقابل مع الناس هذا الشخص وصل إلى وضع ابتدى ما يسلم على أمه وابتدى يكره كل من حوله وابتدى يزداد سوءا إلى تقريبا عملية غسل الدماغ أنه صار يكره بيته أمه أهله أنا بتكلم عن قصة واقعية حدثة يمكن بعض الأشخاص بشاهده يمكن يتعاطفوا مع اللي بقوله أنا يمكن البعض عم بمر في هذه المراحل يعني كان شخص كويس إلى أنه فعلا لما ابتدى يدرس هذه الآيات اللي بتتكلم عن العلم وابتدى يتابع بعض الحركات الإرهابية فصمم أنه خلاص أنه معاتش فيه أي نفع للحياة صار كل هدفه أنه عاوز يروح للجنة ويكفى للجنة وكان الفكرة أنه بكفالته إلى الجنة لازم يكره لازم يقتل الآخرين ولازم يروح يعني يعمل شيء يعني في سبيل الله وكان على وشك أنه أنه يروح إلى أفغانستان حتى يأخذ التدريبات هناك لكن فعلا نعمة الرب لمسته بطريقة معجزية بطريقة معجزية شخص كان عنيم سكري وقلبه مظلم انفتحت عنيه وقلبه أشرق بنور المسيح واكتشف شو اللي أنا بعمله فالتغير اللي صار أنه كان بيكره كل شيء حواليه حتى عيله حتى أمه في حد بيكره والدته حتى أمه كرهها بسبب العقيدة بسبب إيمانه وكان عاوز ينفذ أمور مشان يكفل أبديته لكن نشكر الله أنه نعمة الرب لمست هذا الإنسان وتغير تغيير جذري اشتركوا في القناة